اهلا بكم من جديد نبدأ من الشان المحلي حيث وقع مجلس التنمية الاقتصادية ثلاثة اتفاقيات تعاون مع المركز الصيني للتحاول التكنولوجي المتقدم والذي يعرف باتحاد الحزام وطريق شنغن للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي واتحاد شنغن للتجارة الالكترونية العابر للحدود وذلك على هامش زيارة وفد صيني تجاري رفيع المستوى لمملكة البحرين وأكد السيد خالد الرمحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية أن هذه الاتفاقيات تعكس التزام البحرين بتطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية القوية مع الصين لجذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل عالية الجودة في المملكة مشيرا إلى الامكانيات المتاحة لتعاون الاستثماري بين البلدين خاصة بعض المدن التجارية والصناعية في الصين كمدينة تشينغن وأوضح الرمحي بأن حجم الاستثمارات المخصصة للبنية التحتية في دول الخليج العربية فقط سيبلغ حوالي 400 مليار دولار خلال الأربع سنوات القادمة وهو مؤشر إيجابي كبير على امكانية التعاون بين الصين ومنطقة الخليج في هذا المجال أكدت شركة البحرين للمواشية أن الشركة ضعفت الكميات المستوردة من اللحوم الحمراء لتوفير مختلف أنواعها خلال الشهر الفضيل ودعت الشركة المستهلكين إلى عدم التهافت على الأسواق في الأيام الأولى من شهر رمضان من أجل تخزين وتكديس اللحوم التفاصيل في تقرير الزميل طلال نايف معروض كبير من اللحوم الحمراء في الأسواق من عدة بلدان منشأة لتغطية احتياجات السوق من اللحوم للمستهلكين بأسعار مناسبة خاصة أنها تتواجد من عدة جهات حيث تقوم بالاستيراد والتسويق للأسواق المحلية بعد رفع الدعم الحكومي عن اللحوم منذ أكتوبر العام الماضي عدد الكميات ستتضاعف خلال شهر رمضان بمعدل بين رحلة إلى رحلتين يومياً بالطائرة بالنسبة إلى الأغنام وفي تقريباً في معدل رحلة واحدة طائرة واحدة في كل يوم من باكستان للحوم والأبقار لأن اللحوم والأبقار في شهر رمضان يزيد الطلب عليها بشكل غير عادي يعني ربما ما يستهلك في شهر رمضان يعادل ما يستهلك في السنة كله مصادر التقليدية التي نستورت فيها على مدار السنة هي نفس المصادر أساساً من استراليا من باكستان من السودان ومن أثيوبيا وبعد دخول عدة جهات على خط استيراد اللحم إلى البحرين أكد رئيس مجلس إدارة شركة البحرين المواشي أن المصادر ستكون متحددة والأسعار متفوتة والخيار سيكون خيار المستهلك المحجر بيشتغل على قدم وساق من أول شهر شعباء يعني الأعداد غير متوقعة لما عرفوا أن فيه مسالخ بدأت تترخص أو يسمح له بالزبح يعني لحد أمس أو أول أمس دخل أكثر من خمسين ألف رأس غنم من جميع البلدان فتحنا بلدان كثير أكثر من 120 بلد سرح بها باستيراد الأغنام والأبقار الحية شركة البحرين المواشي عملت ترتيبات لمضاعفة الشحانات المستوردة من أجل تغطية احتياجات السوق خلال الشهر الفضيل لافتة في الوقت نفسه إلى أن المسلخ التابع لشركة البحرين المواشي سيبقى مفتوحا من أجل استخدامه خلال شهر رمضان بالتنسيق مع إدارة قسم الصحة البيطرية في وزارة البلدية وشؤون الزراعة حضر أعضاء جمعية المعلنين البحرينية فرع الجمعية الدولية للإعلان بمملكة البحرين ندوة تعرفية نظمتها برصة البحرين اطلعوا فيها على سوق البحرين للاستثمار وأكد الرئيس التنفيذي للبرصة الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة على دور رجال الأعمال وأهمية الابتكار بالنسبة لهم والذي من شانه المحافظة على قدرتهم التنفسية في ظل الاقتصاد المعولم وأشار الرئيس التنفيذي للبرصة إلى أن حلول تحصيل راس المال الميسرة التي يوفرها سوق البحرين الاستثماري يمكن أن تكون خيارا ملائما للشركات التي تسعى إلى توسيع وتنويع باقة الخدمات التي تقدمها والآن نترككم مشاهدين مع سعار صرف دينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية موسيقى موسيقى نواصل النشر مشاهدين مع داء البورصات الخليجية لهذا اليوم حيث شهدت معظم البورصات الخليجية انخفاضات بنسب متفاوتة باستثناء بورصة البحرين وبورصة قطر التي تجاوزت حاجز عشرة الآلاف نقطة بارتفاع طفف نسبته 0.62% مدعوما بنشاط أسهم قطاع الاتصالات بورصة البحرين مشاهدين أقفل المؤشر العام لديها عند مستوى 1317 نقطة بارتفاع نسبته 0.24% عن معدل الإقفال السابق أما السوق المالية السعودية فقد أغلقت عند مستوى 6782 نقطة بانخفاض طفيف نسبته 1.29% عن معدل الإقفال السابق متأثرا بضعف التداول على أسهم قطاع العقارات والبنوك أما سوق دبي المالي فقد أغفل عند مستوى 3293 نقطة ليكون مستوى النزول كبيرا لأكثر من نقطة مئوية متأثرا بضعف التداول على أسهم قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية ونتحول إلى برصة الكويت التي أغفلت عند مستوى 6649 نقطة أي بانخفاض طفيف نسبته 0.57% وذلك عائد لقلة التداول على أسهم قطاعات العقارات والمال في حين سجلت برصة أبوظبي ومسقط تراجعا متأثرا بضعف التداول على أسهم قطاعات العقارات والبنوك هذا وفي برصة البحر المشاهدين قد تداول المستثمرون مليون فصل 69 سهما بقيمة إجمالية تجاوزت 461 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 37 صفقة وقد ركز المستثمرون في تعاملاتهم على أسهم قطاع الخدمات والتي بلغت قيمة أسهمه المتداولة أكثر من 200 ألف دينار أيما نسبته 43% من القيمة الإجمالية للتداول